مساء الخير أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من أمال بلدنا بما أن صحتنا بتبدأ من الفم وجدنا أن أي مشاكل في اللفة بتقرقنا جدا بتخلينا الحقيقة لا بنعرف نأكل ولا نشرب ولا الني وعلى ضوء حلقتنا النهاردة وموضعنا المهم ده معانا النهاردة منوالنا في الستوديو الدكتور محمد صابر أخي صائج راحة الفم والأسنان بالأسر العيني برحب بيك يا دكتور أهلا وسهلا بحمد عبد دكتور محمد إيه هي مشاكل اللفة طيب خلينا بس نكون متفقين مشاكل اللسة أو أعراض اللسة إمتى العين يروح للدكتور ويكتشف أن اللسة فيها مشكلة أول حاجة أن المريض بيكتشف أن فيه نزيف في اللسة ده أول حاجة يعني أول حاجة هيحس بيها أن فيه نزيف أو فيه دم نازل من اللسة وأحيانا في المراحل المتقدمة أن هو بيبقى نايم ويقوم أنهم بيلاقي فيه دم على المخد يبقى أول حاجة نزيف اللسة تاني حاجة تدريجيا الموضوع يتطور شوية لتورم في اللسة تمام تالت حاجة بنلاحظ أن بيبقى فيه رائحة كريهة في الفم تمام طيب المشاكل دي أقدر من خلالها أنا كمريض أقول لا ده هنا فيه مشكلة في اللسة تمام يبدأ إلى عيان مش طايق مثلا أي أكل بيشربوه مش أي شرب بيشربوه أي أكل الكلام دي كله تمام فمن هنا بقى بيبدأ يتواجه لطبيب الأسنان وطبيب الأسنان بقى بيتخذ الإجراء اللازم معه تمام طيب دكتور مرض السكر إيه علاقة التهاب اللفأ بمريض السكر طيب برضو ربناش في كل مريض طبعا مريض السكر ده أولا وأخيرا السكر كمرض بيأثر على أجهزة الجسم المختلقة تمام من خلال تخصصنا هنتكلم إزاي السكر بيعمل مشاكل في اللسم طيب السكر أولا لو جرعاته مش مظبوطة لو المريض مهمل في الجرعات لو الأكل غير منتظم أو أكل ملغبط ده بيأثر على اللسم تمام طيب بعد كده يبدأ يشتكي يروح للدكتور يلاقي سنانهم لأخلاخ بيكتشف أن السنة أو الدرس ملأخلاخين تمام ولا فيه تسوس ولا فيه أي حاجة بيروح للدكتور يقوله أنا السنة عيمة السنة بتتحرك أو الدرس بيتحرك طيب هنا السكر وصل لمرحلة متأخرة شوية تمام اللي هو أثر على عظم الأسنان اللي موجود تمام وبالتالي بيبقى فيه لأخلاخة في الأسنان تمام اللفة في الحالة دي دكتور الأنسجة نفسها بتتأثر طبعا أنسجة بتتأثر لأنه السكر عموما بيأثر على أنسجة الجسم المختلفة تمام وبالتالي الليسة ده عبارة عن جزء من أنسجة الجسم فبالتالي طبعا الليسة بتتأثر وأهم تأثير بيحصل أنه بيحصل التهاب في الليسة دايما مريض برضو السكر بيعاني من مشكلة التهاب الليسة بصورة كبيرة تمام خصوصا لو هو ما بيخسلش أسنانه بانتظام لو ما بيستعملش مضمضات بصورة منتظمة أو لو سكره كمان مش منتظم طبعا نقولنا لو السكر مش منتظم أو الأكل فيه مشاكل أو الأكل ملغبط أو الأكل برضو مش منتظم أو الجرعات العلاج مش منتظم طب هل يا دكتور التهاب الليسة بيظهر بسرعة ولا لازم يكون مثلا بكتيريا ترقمت أو حاجات تمام التهاب الليسة بيمر بمراحل زي ما قلت تمام أول حاجة بيبدأ العيان يكتشف أن الليسة بتجيب دم بسيط حاجات بسيطة تمام في بعض المرضى بتهمل شوية تمام الإهمال بيخلي المرحلة تتطور للأسوأ زي ما قلنا من شوية أن التهاب الليسة فبيحصل نزيف المرحلة الأسوأ يحصل تورم في الليسة تمام تورم في الليسة ده بيقدي المشكلة أكبر شوية أحيانا لما بيروح للدكتور الموضوع بيبقى صعب شوية تمام طيب الليسة عموما مشاكلها كتير تمام ولكن الاهتمام والملاحظة في الأول بتفرق شوية بتفرق في طريقة العلاج يعني أسوأ مرحلة في مشاكل الليسة أن أنا لاقي السنة بتتلخلخ هنا معناها أن العظم اللي موجود حواليني السنة مش موجود اتأثر تمام في مرحلة متأخرة طبعا في نقطة كمان بالنسبة للمريد السكر مريد السكر بتبقى نسبة البكتيريا عنده عالية شوية طيب ليه؟ السكر عموما فيه حاجة اسمها الغدة اللعابية الغدة اللعابية دي بتفرز لعاب مريد السكر نسبة الجلوكوز اللي في اللعاب بتبقى عالية شوية تمام البكتيريا اللي بتعيش في بقنا فيه بكتيريا ضر البكتيريا الضره دي بتتغزى على الجلوكوز ده تمام البلاك الأول وبعد كده المرحلة اللي بعد كده اللي هو الجير اللي هو التراثبات الجرية التراثبات الجرية دي برضو بتعمل برضو سبب رئيسي من أسباب التهابات اللاسة فبننصح برضو مريض السكر أولا جرعات العلاقة تبقى منتظمة لاهتمام بال بالأكل الكويس طبعا جرعات أكله تبقى منتظمة يتابع مع دكتور الأسنان بانتظام طيب يا دكتور بما أن احنا تكلمنا عن مريض السكر نيجي بقى لمدخنين هل ده لها علاقة برضو بتلف اللاسة؟ طبعا التدخين عموما مشاكله كتير وبرضو بيأثر على أعضاء الجسم المختلفة طيب التدخين فيه مادة اسمها النيكوتين النيكوتين ده بيعمل إيه في السنة؟ أول حاجة بيعمل التهاب في اللاسة جديد تاني حاجة بيأثر على العظم اللي موجود حوالين السنة السنة دي عبارة عنه السنة موجودة في عظم بيحيط بها اللاسة طيب السنة دي مسكة في العظم بحاجة اسمها بريدونتال لجامنت اللي هو أربطة تمام النيكوتين بيأثر على الأربطة اللي موجودة حوالين السنة أو اللي مسكة السنة بالعظم تمام تمام دي حاجة فيبدأ العيان يحس برضو أن فيه حركة في اللاسة حركة غريبة اللي هو المدخن اللي هو المدخن في بعض الناس برضو يعني ما بيركسي قوي في الموضوع ده والموضوع بيتطور يتطور إلى أن يحصل حاجة ومشكلة اللي هو بيحصل انحصار في اللاسة أو انكماش في اللاسة الانكماش اللي في اللاسة ده بيخلي جزء من الجدر ظاهر جزء من جدر السنة ظاهر السنة عبارة عن جزء اين؟ جزء اسمه كراون ووروت طربوش وجدر بيحيد بالجزء الجدر اللاسة طيب النيكوتين بيخلي حجم اللاسة يقل فيبدأ الجدر ينكشف يبدأ العيان يحس بمشكلة مع أي حاجة ساعة أي حاجة سوخناها مشكلة في العصب لا هنا تكشف الجدر تكشف الجدر ده تكشف الجدر ده في مرحلة متأخرة شوية وده بيحصل مع الهيف سموكرز يعني الناس اللي بتدخم بشاروها يبدأ يحس ان هو لو شرب شوية ميا ساعة حتى أو حاجة سوخنا يحس بقلم يحس بقلم مثلا هنا بقى بننصحه المفروض سواء مدخن أو مريض سكر أو أي مشكلة تحصل ولو بسيطة خصوصا فيما يخص الليسة لأن علاج الليسة بياخد وقت شوية طبعا عشان استجابة الأنسجة للعلاج بتاخد شوية وقت فأي مشكلة ولو بسيطة على طول بيتوجه لطبيب الأسنان وبالتالي الدكتور بيتعمل معايا وبعدين فعلا يا دكتور يعني ألام الأسنان حقيقي تصنفها من الألام صعبة جدا طبعا لأن هي دخلة تحت بندة ألام الأزوم طبعا طبعا فهي فعلا ألامها صعبة جدا طبعا طيب بمناسبة الناس اللي بتخاف من طبيب الأسنان هل يعني الزيارات لطبيب الأسنان علشان أن أنا الزيارة دورية يعني قد إيه في المفترض الزيارة دورية كل ستة شهور مهما كنت أنا بغسل سنيني وبحاف ده المفترض أنا أعمل تشك أبعالة سنيني كده كل ستة شهور من ستة شهور لسنة طيب لو أنا هروح للدكتور أعمل عملية تنظيف للسن أو أعمل عملية تنظيف لأسنيني دي بتتم كل قدية برضو دي بتتم كل ستة شهور من ستة شهور لسنة في مريض بيروح للدكتور بيقول له أنا عايز أعمل تنظيف لأسنين وهو مثلا يكون من شهرين ثلاثة عامل عملية تنظيف لأسنينه ده غلط لأن في جهاز ألتراسونيك بيشيل طبقة الجير اللي على الأسنان وبيشيل معاه جزء بسيط جدا من السن مش طبقة المينة كمان من المينة من طبقة المينة جزء بسيط جدا من طبقة المينة لو عمل كده كل شهرين ثلاثة الموضوع هيبقى صعب لأن الطبقة دي بتجدد تلقائيا في خلال الفترة اللي ذكرناها ففكرة أن أنا أروح للدكتور من ستة شهور لسنة ده الروتين الطبيعي طب يا دكتور لو أنا بخسر سناني بانتظام برضو زيارة الطبيب مرتين على الأقل سنوات سواء أنا عندي مشاكل أو لا طبعا اللي عنده مشاكل المفترض بيروح طبعا على طول لكن أنا بقول لو أنا ما عنديش مشكلة أروح للدكتور إمتى يعملي تشيك أب من ستة شهور لسنة طب إزاي دكتور أفرق بين ألم السنة ألم الأسنان وألم اللفة أحيانا بيختلط الأمر على المريض ألم الأسنان بيبقى دايما العيان حاسس أن درسه تكسر أو سنته تكسرت أو فيه تجويف جوه درسي فأنا أياسف فيه بقايا طعام بتخش جوه درسي اللي هو الجيب ألم التسوس لا اسمه ألم التسوس ألم التسوس ده عبارة عن إيه؟ باختصار كده عبارة عن كافيتي حفرة جوه السنة بقايا الطعام بتبقى موجود فيها طبعا فيبقى ألم مزعج في الأول يروح العيان للدكتور يقول له أنا بحس أن الأكل بيبقى جوه سنين هنا في المراحل الأولى الده هو التسوس ما وصلش للعصب إحنا هنا بنتكلم عن ألم الأسنان مرحلة ألم الأسنان لما بيوصل للعصب هنا بيبقى ألم ليلي يعني العيان بيشتكي بالليل أكتر وأحيانا بيقوم منه نوم الألم هنا ألم عصب الأسنان ألم الليسة زي ما ذكرنا العيان بيروحنا للدكتور بيقول له أنا بحس أن الليسة بتجيب دم بحس أن الليسة منتفخة بحس بريحة كريهة في بقى هنا ألم الأسنان هنا ألم الليسة زي ما هنا ألم الليسة طيب دكتور عرفنا أن في أدوية معينة بتهدي التهاب الليسة وبرضو بعض التغذية المعينة حتى تك ممكن تفيدنا في الأمر؟ طيب بالنسبة لأدوية التي هي تحميل الليسة أو تديني وقاية للليسة أول حاجة فيتامين سي فيتامين سي طبعا ده مهم جدا للأنسجة وزي ما ذكرنا الليسة دي عبارة عن أنسجة هي جزء من أنسجة الجسم فيتامين سي ده طبعا بيتمثل في اللمون والبرتقان والمنجا والكلام طيب تاني حاجة الخضروات الخضروات الورقية كلها الخضروات الورقية كلها برضو لديها عامل كبير جدا في أن يتحافظ على صحة الليسة وطبعا أظن الناس طبعا اليومين دول يعني فيتامين سي مشغال معا كويس جدا طبعا عشان ربنا يعافينا كرونا طب يا دكتور الأدوية في أدوية معينة المريض بيأخذها من نفسه ولا لازم طبعا تحت إشرف طيب مبدئيا أن المريض يأخذ ده من نفسه وده طبعا غلط فلازم أروح للدكتور يكتب لي حاجة معينة طيب فيتامين سي ليه شقين زي ما ذكرنا سواء اللي هو اللمون أو البرتقان أو المنجا أو الكلام ده كله أو العلاج فيه تابلت فيتامين سي وفيه طبعا فوار فيتامين سي طيب أقراس الزينك بتبقى برضو ليها تأثير قوي جدا على الليسة إن هي مضادات للأكسادة طبعا وبالتالي هي بتقوي المناعة تمام الغسول الفم غسول الفم فيه ميزة قوية نواة بيقلل نسبة البكتيريا اللي موجودة في الفم فبالتالي مشاكل الليسة بتبقى مش كبيرة قوي فبيحافظ لي إن الليسة يبقى شكلها جميل وكويس وما فيش مشكلة يبقى الغسول تمام أقراس الزينك اللي هي طبعا زي ما قولنا بتقوي المناعة وفيتامين سي اللي هو المتمثل في الأقراس أو الفوار أو كلام ده طيب يا دكتور يعني حايزة أقول إن لون الليسة نفسه بيتغير لما بيكون في التهاب طبعا إزاي برضو يعني إيه اللون اللي بنقول فيه لسه إحنا في بداية التهاب وإيه اللون اللي بنقول لأ ده إحنا في حالة متأخرة هو اللون الصحي للليسة هو اللون الوردي اللي هو الفاتح الكريس البينك تمام يبدأ يتطور اللون ده على حسب درجة ألم الليسة وتطور الحالي طيب اللون الأحمر اللي هو المدمم ده ده معنا إن فيه مشكلة كبيرة قوي في الليسة إن الليسة حصل فيها التهاب شديد طيب فيه بعض النحلات بيبقى لون الليسة غامق دي طبيعته أم لا ده؟ لون الليسة الغامق ده بيبقى أحيانا أو بنسبة كبيرة مع المدخنين إن نيكوتين بيأثر برضو على لون الليسة أو شكل الليسة بعض الأدوية برضو بتأثر على لون الليسة بعض الأدوية لها تأثير طبعا على لون الليسة طيب بالنسبة للمدخنين بقى وإحنا دايما نسمع إن سرطان الليسة والكلام ده يعني النصيحة برضو لحياتك تديها المدخنين رغم أنهما ما بيقضنعوش كتير بصراحة بس إحنا عايزين نخوفهم النهاردة من المساكلة بصي أنا دايما بقول للناس أنت عايز تعمل كل حاجة أعمل كل حاجة بس قبل ما تخش تنام إخسل سنانك ليه قبل ما تخش تنام إخسل سنانك معدل البكتيريا بالليل بيبقى عالي شوية فتبقى عندي عرضة لمشاكل اللي إسه أكتر فما ينفعش مثلا أكل حاجة مثلا سواء سكريات أو غيره واخش أناك هنا أنا بعمل مشكلة في اللسف وفي الأسنان فالنصيحة رقم واحد أن أنا حافظ على غسل الأسنان ده رقم واحد رقم اتنين فيه فرصة أن أنا أقل لنسبة التكخين أوكيد طب ما فيش فرصة ما ينفعش أتغاد عن رقم واحد أنه أنا يبقى عندي روتين يومي أن أنا أخسل سناني تمام ثالث حاجة أتوجه للدكتور وزي ما قلنا من شوية يبقى فيه زيارة روتينية على الأقل كل ستة شهور لطبيب الأسنان بحيث لو في مشاكل أقدر أعليجها في أولها ده هيفيد كتير جدا تمام بالنسبة دكتور لغسيل الأسنان محتاج فرش بشكل معين ولا أي فرشة بتؤدي الغرض بصي أهم فرشة أن هي تكون فرشة نعمة طبعا عشان فيه ناس بتتخيل أن أنا لما أخسل سناني بفرشة جامدة وإنش فرشة بتاع الموضوع هيبقى أحسن ده بالعكس ده هو هنا بيدر اللسن الأنسجة اللسن أنسجة حساسة فبالتالي لما أتعامل معها أتعامل معها بحرص الفرشة تكون نعمة المفترض تتغير كل شهر لأن في بعض الناس بتغير الفرشة كل ستة شهور ما بيدرقش أهمية الفرشة وبنكتشف أحيانا أن الفرشة هي اللي بتكون عاملة مشكلة كبيرة في اللسن بكتيريا بيتجمع عليها بكتيريا لأن المفروض كل شهر أغير الفرشة ما تقعدش أكتر من كده ده المفروض وفي نفس الوقت برضو يبقى معايا كده وأنا بخسل أسناني نوع من المضمضة كروتين برضو أستعمله مع الفرشة ومعوضة كثيرا دكتور بالنسبة للفرشة عشان يعني نخلي بنا منها الشهر ده يعني هل ليها تقوس معينة؟ يعني في غطى كده بيبقى على الفرشة هل ده صحي ولا نسيبها مقشوفة؟ المفروض أنا دلوقتي غسلت سنيني ما سيبش الفرشة كده معرضة للهوة لأ طبعا ده ما يبقى عشان تبقى مجففة؟ لا 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 ما يبقى عشان على الأقل يبقى فيه كافر ليها تمام؟ وفي نفس الوقت هي بعض الناس بتعمل ايه؟ بتحط الفرشة في محلول محلول في حاجة اسمها هيدروجين بالروكسايد ده بيقلل برضو نسبة البكتيريا اللي بتبقى موجودة لأن الفرشة بتحمل بكتيريا من الأسنان فبالتالي المحلول ده لو أنا حطيت فيه الفرشة بالليل أو يبقى حاجة معتادة ليا ده هيعمل حاجة كويسة جداً وبرضو مش هيخلي الفرشة تعمل مشاكل ومش هيخلي الفرشة تأذيلي أسناني تمام؟ إن أنا حط الفرشة في محلول محلول زي ما قلتلك وده عبارة عن مضمضة حتى لو شوية مضمضة كده خففتهم بشوية مية حطيت فيها الفرشة ده أفضل يعني؟ ده أفضل طبعاً 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 كل فرشة بقى في مج معين أو في حاجة معينة؟ طبعاً ما هو أنا مش هسيب الفرشة لأي حد طبعاً كده بوضوع يعني صراحة لأس أكيد هتكسل بس إحنا بننصحهم بصراحة بداحة هو الأفضل بصي دايماً مشاكل أي مشكلة بتبدأ من أسناني أي مشكلة بتبدأ من أسناني ففكرة زيارة الدكتور الروتينية دي مش رفاهية بالعكس ده أنا أحافظ إن ما يحصلش تطور في مشاكل تانية تمام؟ بعض الناس بيبعندوهم مشاكل في القولون فعلاً ما أنا أكتشف كده ونتكلم عن لأنه عنده مشاكل في أسنان فهي زيارة الدكتور دي مهمة جداً 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 وعلى فكرة يا دكتور أنا بستفسر طبعاً من حضرتك بيبقى أحياناً مشاكل اللثة والأسنان مرتبطة بمشاكل القلب طبعاً يعني دي المعلومة دي كنت قابل مرة أعرفها يعني الموضوع كبير مش شوية مريض القلب ده المفترض في عيادة الأسنان بيبقى ليه تعامل خاص يعني أنا دخلي مريض باخد منه هستوري كده معين أي إجراء هيعمله في أسنانه لازم أعمل تشكل دكتور القلب الأول تمام أشوف المريض ده هل هو بياخد أدوية قلب؟ طب إيه أدوية القلب اللي بياخدها؟ هل هو بياخد أدوية سيولة؟ تمام؟ طيب لو بياخد أدوية القلب وأدوية السيولة طب لو أنا هعمل إجراء معاه أدوية السيولة دي هل ينفع توقف؟ أقفها؟ ولا لأ؟ بنكمل بيها بيكمل بيها فلازم يبقى فيه عامل مشترك ما بين دكتور الأسنان ودكتور القلب تمام؟ لأن مريض القلب ليه تعامل خاص طبعاً في عيادة الأسنان أو مريض الضغط برضو يعني؟ هو يمكن القلب فيه تعامل خاص طبعاً في الفم البكتيريا دي بتتسلل الدم فبتوصل للقلب تتعمل مشكلة فلازم أكون حازر بالزد جداً مع مريض القلب في الأدوية اللي بياخدها تمام؟ وفي نفس الوقت في الدكتور اللي بيتابع معاه أبقى على تواصل معاه أشوف حالة المريض ده هل تستدعي أن أنا أتدخل معاه في الوقت ده؟ ولا نزبط حالة القلب عموماً؟ وبعد كده نبدأ ندخل لأنه برضو البنجي بيبقى ليه برضو بعد التأثيرات على القلب فبالنسبة للأطفال يا دكتور والأمهات اللي بكل شوية تأكل شاكلة وحاجات مسكرة وكلام من ده يعني إيه النصيحة اللي حالتك تقولها للأطفال تحديداً أو للأمهات؟ دايماً أنا بقول للأطفال اللي أنا بتعامل معاها أن اخسل سنانك أل الحلويات لكن يأكلوا براحتهم أخسل سنانك بقدر الإمكانية للحلويات وفي نفس الوقت أدعم بأدوية كالسيوم ده مهم جداً لأن السنة ما هي العضم في البيت التكوين أه طبعاً العضم ده طب أنا عايز العضم ده أدعمه إزاي بأدوية كالسيوم في أدوية كالسيوم طبعاً بنكتبها للأطفال أخسل سنانه كالأب أو الأم طبعاً يخسلوا سنانهم يقلل نسبة الحلويات بقدر الإمكان فبيجي المريض يقول طبعاً ده طفل أنا ما أقدرش أمنعه أو ما أقدرش أحرمه من الحلويات ففيش مشكلة أكله كويس خليه يخسل سنانه قبل ما ينام بالذات قبل يخش نام يخسل سنانه كويس جداً ما يكلش حلويات ويخش ينام ده غلط كل ده بيساعد على مشاكل الأسنان في السن الصغير وجود باكتيريا باكتيريا طبعاً طبعاً لأن باكتيريا زي ما قلنا باكتيرية الأسنان بالليل بتبقى عالية جداً لأن نسبة اللعاب بتقل وإحنا نايمين فبالتالي معرضين لمشاكل الأسنان أكتر فبقى نايم وأنا غاسل أسناني ده ما يعمليش مشاكل طبعاً طب إيه رأي حياتك يا دكتور في المعجون اللي هو الخاص بالأطفال اللي هو لأطعم زي الكولة والفراولة والأورنج والحاجات كويس لأن هو بيحفزهم أن هم ما يخسلوا أسنانه يعني ده عادة فوش أزنين ده كويس إن هو بيحفزهم يخسلوا أسنانه تمام؟ ولكن هو لازم برضو الأب أو الأم يعود طفله لأن هو قبل ما يخش فيه نام يخسل سنانه ويبقى فيه نوع من أنواع التشجيع على كده خلي بالك إن أغلب الأطفال بتخاف تروح للدكتور الأسنان بالذاته كبار والله تمام؟ الطفل بيبقى ليه تعامل خاص الطفل عايز حد يشجعه عايز حبي يعني هدية عشان ما يحصلش مشكلة لأن برضو ألم الأسنان للأطفال طبعا بنشوفه بيبقى صعب جدا طبعا جدا فالأب والأمة ما بيقدرش يستحمل هنا بنخش برضو في موضوع تاني كده طيب أنا لما يبقى عندي طفل عنده مشكلة في أسنانه وروحت للدكتور أتعامل معه الزهد تمام؟ الأطفال سن التبديل بتاعها من سن ست سنين لاتنشر سنة دي الأسنان الدايمة الأسنان الدايمة قبل كده قبل سن ست سنين تمام؟ بتبقى الأسنان اللبنية تمام كده؟ الأسنان اللبنية دي لازم بقدر الإمكان أحافظ عليها أحافظ عليها بقدر الإمكان نسخه والجبنة والذبادي والخضار والليسلا تمام؟ وفي نفس الوقت قبل أن يقلنا نام يغسل الأسنانه được تكن فيه نقطة أنا برضو كنا عايزين نتكلم عنها إلى مشاكل اللذة فيه أدوية معينة بتأثر على مشاكل اللذة أحيانًا أدوية القلب بتعمل برضو مشاكل في اللذة أحيانًا أدوية الصرع بتعمل مشاكل أدوية ضغط الدم بتعمل مشاكل برضو في الأتهابات اللذة فبالتالي مهم جدا لما العيان يروح للمريد لما سوري المريد يروح للدكتور ياخد منه هستر كويس بعارف هو بياخد ايه وبيتعامل ازاي عشان يعرف شخص كويس عشان يعرف يعالج كويس طبعا وبيبقى المفروض في كارتة متابعة للحالات الأزادي ده المفروض طبعا وتواصل ما بين مثلا طبيب القلب طبعا بالنسبة للحالات اللي تخص حالات القلب أو طب وبالنسبة للمريد السكر مش برضو بيبقى فيه تواصل بصي لو مريد السكر هيعمل اجراء اي ان كان هو اي سواء اجراحي هلازم يقيس نسبة السكر قبل ما يروح للدكتور لازم يقيس نسبة السكر لان فيه نسبة معينة انا كدكتور ما قدرش الدخ عشان ما يحصلش مشاكل يعني فيه نسبة معينة من السكر يعني مثلا بنقول ايه مثلا يبقى فرنج مثلا 160-170 ده كويس ما يبقاش 300 ما يبقاش 400 ده هيعمل مشاكل مهم جدا اه لو مريد السكر بيتواصل بصفة روتينية مع دكتور بتاعه اللي هو بيتعالج معه بالنسبة للسكر اه مهم انه دكتور الأسناني يتواصل معي طب لو ما امكانش التواصل هنا بقى بنخلي عيان السكر او المريد يعمل تحليل سكر قبل ايه اجراء قبل ما ياخد اجراء مع دكتور الأسناني يعمل تحليل السكر طبعا وبنتطمن عني طب لو فيه مشكلة يا دكتور معلش انا بزود شوية المريد السكر لان المعظم كده الحقيقة ومعظم شك هو الأسنان من مرضى السكر طبع دلوقتي لما يبقى فيه مريد سكر عنده القلم زيادة شوية ومش قادر يتحمل والمفروض ان التشخيص ان انا اعمل عملية خلع للدرس ودلوقتي وسكره عالي هل فيه يعني اجراء معين بيتم في حالات التوارئ اللي زي دي بس خلينا نتفق دلوقتي مريد سكر راح للدكتور وعايز يخلع درس تمام بس فيه مشكلة في السكر تمام السكر عالي السكر فيه مشكلة ما نقدرش نتدخل لان هنا ممكن يحصل نزيف بعد عملية خلع فتأدي المشكلة طيب سبب المشكلة ايه سبب المشكلة ايه لو افترضنا ان هو الالتهاب في الليسة بياخد الادوية بتاعت الالتهاب الليسة والموضوع بيخفه ومجدوش مشكلة عادة مريد السكر بيبقى اغلب مشاكله ان هو بيروح للدكتور بيلاقي السنة من الاخلاخة بيلاقي الاخلاخة في السنة في لهايتها خلاص تمام فهنا عشان اخد اجراء واخلع السنة في التوقيت اللي انا شفت فيه المريد دلوقتي ده بيبقى اجراء غلط ثاني حاجة زيارة روتينية للدكتور الاسنان كل ستة شهور او هنقول من ستة شهور لسنة ثالث حاجة الاكل اللي احنا قلنا عليه اللي هو مثلا زي البرتقان زي الجوافع زي المانجا ثاني حاجة دي فيتامين سي بكل انواعه استعمال المضمضات بصفة برضو شبه روتينية مش ضروري استعمل المضمضة كل يوم ممكن استعمل المضمضة يوم اه يوم لا كل يومين كل ثلاثة ايام لان هي بدورها بتقللي نسبة البكتيريا اللي موجودة في الفم فبالتالي المشاكل هتبقى وليلة شوان طبعا في نهاية لقاءنا بنشكر حضرتك يا دكتور على المعلومات الجميلة دي ان شاء رفت بيكي اعزائي المشاهدين بنشكركم وفي نهاية حلقتنا بنشكر طبعا دكتور محمد صبر على المعلومات الجميلة دي وان شاء الله انتظروني في حلقة جديدة من اميل بلدنا